رجعنا مشاهدي نهارك سعيد لفقراتنا مرة أخرى ونقابة المهنة الموسيقية وما يدور بداخلها يمكن الفترة اللي فاتت سمعنا عن مشاكل كتير جدا بتحصل داخل نقابة المهنة الموسيقية من مشاكل الفنان إيمان البحر درويش وهو قان نقيب الموسيقيين والمشاكل اللي كانت بتحصل وبالدور حواليه واللي بعد كده تم تعيين أو تم تفويد الفنان مصطفى كامل رئيسا لها تم رفع قضايا من الطرفين أو من الجانبين ايه اللي حصل بعد كده أو ايه اللي تم بعد كده في هذه المشاكل وهل المشاكل دي أثرت بالسلب على أداء مجلس النقابة ولا لا هنتكلم في قضايا فنية كتير جدا كمان تخص الفن عموما والمزيكة اللي بنسمعها مع الأستاذ طارق مرتضى المستشاري الإعلامي لنقابة المهنة الموسيقية والصحفي بجريدة الأحرار سبع خير يا فنزم سبع خير أزاك يا أستاذ طارق أهلا بك أستاذ طارق سمعنا خبر بيقول أنه الفنان إيمان البحر درويش تم تحويله أو تم إحالته لنيابة الأموال العامة هل الخبر ده صحيح؟ أو إيه اللي تم في الحكاية؟ بداية أعلق على حاجة على تم تفويد الفنان المصافة كامل كنقيبة الموسيقية مضبوط ده مش صحيح مش طويل الفنان المصافة كامل قاد انتخابات ونجح بالانتخابات الفعلية ولكن لم يتم تفويده في حاجة اسمها نجح كنجح في الجبعية العمومية اديته أصواتها ونجح كطريقة شرعية من تفويده وتفويده يتم تعيينه من قبل حد لكنه نجح في انتخابات أجريت وكان ليه منافسين ونجح عليهم وبقى نقيب المهنة الموسيقية عنده مخالفات مجلس إدارة ترقاها شافها خد قرار بعزل إيمان البحر درويش وده من صلاحياته وإيمان البحر درويش خرج للمحاكم وده حقه التعليق الثاني ناسف إيمان البحر ما فيش مشاكل في النقاب وما فيش مشاكل في مجلس الإدارة بالعكس في استقرار في أداء جماعي للعمل ولكن المشاكل أو الأضايا كلها من جانب إيمان يعني حتى خيالي أن لغاية النهاردة ما فيش قضية من مجلس النقابة ضد إيمان البحر درويش غري قضية الأموال العامة بس ما هي دي اللي بينوم معانها كل مشاكل اللي كانت حصلة داخل النقابة لا دي طرق جديدة إيمان البحر درويش لما تم استبعاده تم استبعاده علشان حكتين واحد أنه هو بيحمل عضويتين نقابة المهندسين ونقابة المهنة الموسيقية والأتنين عاملتين وده يجراموا القانون يعني فعليا تم إحالة للفنان إيمان البحر درويش لنيابة الأموال العامة هو الفنان خالد بيومي دامين السندوق في النقابة المهنة الموسيقية عمل محضر رقم 4740 إداري عبديل وتحول المحضر لنيابة الأموال العامة في مخالفات واتهم إيمان بالاستلاع على المال العام وتبديد أموال النقاب ليه هو عمل إيمان حسب أقوال المحضر أنه طبع دفاتر تحصيل رسم النسبي أنت عارف حرارك أن الرسم النسبي عن أي حفلة عن أي مصنف مزيكي أو فني بيتم تحصيل نسبي صراح النقاب حسب القانون مظبوط بيروحوا المكان اللي بيقام فيه الحفلات دي وياخدوا المصنفات أو الرسوم الرسم النسبي على أداء أجنبي حسب عضوية تقعدوا عامل عضو منتسب أجنبي بياخد قيمة مؤينة 12-20% الأجنبي إيمان طبع دفاتر من حاله نعم مش معقول طبع دفاتر من حاله عمل فريق عمل وبالفعل حصل المجلس إدارة تعقب الموضوع جاب إيصالات بالفعل لتحمل أختام إيمان البعض وسلمها في المحضر سيد خالد بايومي ومجلس الإدارة الإيصالات دي تم حصولها من الفنانين اللي كانوا يتفعوا رسولهم اتحصلت بالفعل ولم يدخل أي مليم لمجلس إدارة النقابة يعني الفروز دي تحصلت مين فين مين اللي حصل من مين تحصل راحت فين فلوس لأموال العام تم تحرير المحضر بالفعل بهذه الواقعة وتحول إيمان لأموال العام هي دي القضية الوحيدة اللي مجلس إدارة النقابة حرارها ضد إيمان البحر أما مشاكل نقيب مش نقيب كلما هو اللي بيرفع عضايا والقضاء يقوله ليقوله إحنا كننا تحت مزالة القضاء الحكم اللي هيطلع هتلتزم بيودة طبيعية طبعا أهم المشروعات اللي هتقوم بها نقابة الموسيقيين في الفترة الحالية وهل الصراع الدائم ما بين النقيب مصطفى كامل هو الحالي لنقابة المهنة الموسيقية والصراع ما بينه ما بين الفنان إيمان الواحد الرويش النقيب السابق هل بيأثر على أداء المجلس هو بداية برضه مش عايزين نقول صراع بين الإيمان وبين مصطفى كامل هو إيمان صراعه مع مجلس صدارة النقابة ما هو صراعه شخصي زي إيمان ما يدعي ولكن هو بتتمثل يعني في الوجه في صفة المنصب في صفة المنصب في صفة المنصب في صفة المنصب مصطفى كامل إيمان مش عايز يقتنع بدافع بيرفع عضاء ده حقه قضاء يقوله يقوله هننفذه أما أنه بيأثر على داء النقابة فده إزاي إذا كان نقابة ماشي بخطة ثابتة أنجزت حاجات في سنة كبيرة جدا في مشروعات ضخمة عندنا مشروع الإسكنزة ما ذكرنا قبل كده على تاتة وربع فدان في 6 أكتوبر ده أول مرة يحصل عندنا مشروع نادي على البحر في إسكندرية عندنا مشروع العلاج لأول مرة هيغطي التأمين الصحي التأمين الصحي والعلاج لأول مرة هيغطي المنتسب كمان يعني العامل طول عمر العامل هو يحق في العلاج في النقابات والمنتسب أيضا دلوقتي هنغطي المنتسب كمان ده مشروع بيتناقش في النقابة دلوقتي ياريت إن إحنا ما عندناش القلية دي ولا عندنا صراحية ياريت ياريت إنه ده مهم جدا بنناقش الفكرة دي دلوقتي إن إحنا المفترض يبقى أني عندي قلية أو عندي الصراحية إن أنا نائب المصنف الغنائي قبل ما ينزل عشان أقول رأي فيه من خلال لجنة فنية تقنية تقدر تحكم على المصنف طب ده إحنا عندنا دلوقتي السماوات مفتوحة والقنوات الفضائية كتير جدا والمزيكة اللي بتتقدم من خلالها هي مزيكة هبطة هي مزيكة مصفة هي مزيكة بتنقل لنا ثقافة إحنا مش متعودين عليها وبتغير في الزوء العام والأجيال القادمة هل أنتوا منذركوا بعدما هتطبقوا نقدر نقول إيه قانون ده إنه هو يكون موجود في النقابة المهنة الموسيقية أنتوا تقدروا تبقوا الرقباء على هذه القنوات أنتوا تقدروا تحدوا أو تستقصلوا قدوا خلاء في هذه المهنة خلينا موضوعين وإحنا دلوقتي البلد كلها فيه دستور لسه نستفت عليه هينبصف منه قوانين يعني أنا ما عنديش القلية دلوقتي أنا ما عنديش الصلاحية دي أنا كل صلاحية إن أي مصنف فني سواء مزيكة أو غنوة أو غنوة في فيلم أو غنوة في مسلسل بحصل لها راس بالنسبي بتديله تصريح وبنجب لها راس بالنسبي ما عنديش الصلاحية إن رائب المصنف ده إيه ده شغل الرقم لا أنا عايز أفهم يعني إيه بتديله تصريح وفي نفس الوقت مش قادر إنك ترائب أنا بتديله تصريح على إنه هو هيعمل غنوة جوه الفيلم أو ما عندكش فكرة الغنوة دي بتقول إيه ولا شكلاه عمل إزاي عندي فكرة مين هيغني الغنو تمام ولازم يكون عضوة عندي في الرقاب لازم يكون عضوة في نقابة الموسيقية عشان أحصل عليه يعني كل الناس اللي بتغني في الأفلام دي كلها عضاء أواخ التصريح باللغانة من قابة الموسيقية لكن هل أنا لي الرقابة على المصنف ده لا ما عنديش ده ده اللي إحنا بنقش دلوقتي إحنا نعمله ويبقى عندي القلية إن أنا نقرائب ده يعني نتمنى بصراحة إن الفترة اللي فاتت بنشوف حاجات يعني مصفة جدا وأعتقد إنه أكتر ناس برضو يعني متضرينين متضرين من الحكاية دي هما الأعضاء الحقيقيين طبعا خلينا نقولك إن إحنا تبعنا تنين عملين سيئين للغاية طبعا وتم إزعيتهم عن نت وفي الآخر من لأنهم مش أعضاء نقاب أصلا الانتاج السينمائي في الوقت الحالي بيعاني معاناة شديدة جدا يعني هل حضرتك شايفون وده بسبب الأحداث السياسية اللي احنا بنعيشها وده ممكن يتفكي إمتى الحصار حوالين الانتاج السينمائي الفترة القادمة لا السينما خلينا نقول إنه ده ملف كبير متعسر من آمن بقاله أكتر من 10 أو 15 سنة تحديدا وقت ما الدولة تخلت أو رفعت إدها على الإنتاج السينمائي لكن حصل عزوف تام من جميع المنتجين من فترة دي كان 2012 أو 2013 نحو الصورة وأحداث الصورة لها تبعيات يعني أنت مين دلوقتي اللي عنده القدرة أن يصور خارجي والأمن يأمنه ومين اللي يقدر ينزل دلوقتي بنجم أو نجوم يصور عمل خارجي في الشارع أو في أمن أو يقدر يأمن المكان فيه سبكي بيعمل كده السبكي تقريبا هو الوحيد الموجود في دار العروض السينمائية السبكي بيعمل التكاوي سيلمة التكاوي يعني خلينا نعترف بالكلام ده السبكي بيعمل فيلم في شارع ودايما أفلام السبكي دخلي وأفلام السبكي مش عايزين ناخدها كنبراس نمشي وراس السبكي هو نجح أنه يقود فعلا هو نجح أنه يقود الحركة السينمائية في فترة أخيرة ويهبط بيها ويشد القطر ورايا يقود القطار أنه ينزل به للأسفل ويقدم لنا الزوء اللي هو قدمه وعاود الجمهور عليه عشان هو الوحيد وبيخاطب جمهور الغرائز بدأ ينجح وحصل فلوس لكن ده برضو في غيبة الدولة وغيبة الرقابة فين الرقابة على السينما يعني هو بينجح وبينجح بدليل الإرادات اللي بيلمها أو اللي بيقدر يحصل عليها من خلال دور العرض اللي بيتعرض فيها أفلام شوفي هو بينتج في شهر يبقى ينتج قليل بيعمل فيلم تكاوي سريع بيعرضه معتمد على الغرائز وعلى الإصارة وعلى العنف وإلى آخره فبيلمي فلوسه في شهرين لكن الفيلم عمره كام فقريلي كده في فيلمين ثلاثة أسماء السبك يعني بص هنقولك على حاجة يمكن هي ناس دلوقتي ما بقيتش مهتمة بالمادة اللي بتتقدم قد ما هي مهتما هي تنزل تفرغ الطاقة سلبية اللي عندها في دور العرض اللي بيقدم الحاجة الوحي الوحيد اللي بيقدم المنتج ده هو السبكي أو عائلة السبكي عموما لا اختلف معاك السبكي بيقدمش اللي بيفرغ الطاقة السبكي بيقدم اللي بيصير غريزة معينة عند مجموعة أو فئة معينة من الجمهور يعني بسيط الأفلام السبكي وصنفتيها وربعة ما فيش فيلم ما تقدرش تفتكيري فيلم خمس سنين طب انتو كرقاباء أو نقابة ميها الموسيقية أو النقابة تقدروا ان انتو تحافظوا على التراث تحافظوا على التراث اللي جاي القادم إن شاء الله من المستقبل ايه الدور اللي ممكن تقدموه في حالة زي دي لا معه السبكي بيخضع لنقابة السليمائيين مش لنقابة الموسيقية لا انا بكلم على أغاني يعني عندك أغنية في فيلم جيم أوفر عندك أغنية في حق إبر أبتي الأغاني دي كلها انتو تقدروا انتو تقوموا بدور فيها ده اللي احنا بنقوله بقى ان احنا في الألية الجديدة في القانون الجديدة هننشأ أو المجلس دارة بيناقش ألية ازاي يبقى للنقابة دور ان قبل المصنف مينزل أنا أحكم عليه تمام المصنف الفني ينزل من خلال لجنة متخصصة مثلا كبار المزيكة في مصر الأستاذ حلم بكر مثلا أستاذ سلطان نعمل لجنة من دول يشوف المصنف يجزوه ينزل أو ما ينزل هيبقى عندكم الألية والحق في النظر في الأغنية وسمعها قبل نزولها أو مشاهدتها من قبل المشاهدين ده اللي بتناقش هزعم ان شاء الله ونأمل ان هو يتحقق على الأرض الواقع من خلال سن قانون بهذا الشكل طب أستاذ طريق العنف اللي بنشوفه في الأفلام اللي بتقدم الفترة دي والأغاني اللي بتحتوي على مشاهد فيها عنف كتير وأسلحة وحاجات زي دي دي برضو ممكن من دوركم أو في الأليات الجديدة الفترة القادمة ونحن نتمنى أنها تضاف إليكم إن شاء الله تقدروا أنت تحدوا منها؟ لا معهداء اخصاص نقابة السلمائيين ولكن هو العنف في الأفلام المصرية العنف موجود خلينا نقول أنه هو منهج في السلم العالمي يعني موجود في السلمة الأمريكية موجود في السلمة الربوبية موجود في كل سلمات العالم حتى السلمة الهندية موجود العنف بس بأي شكل من الأشكال العنف موجود هل موجود بالشكل بتاع مساحة الدم الرهيبة اللي قزيزت الجمهور هل موجود زي عبد موت بمساحة الألفاظ والعنف اللي هو المبتزة اللي يتقدم لا وبيحدد لك الفيلم كمان أو المصنف السلمائي مين يتفرج على الفيلم ده فيلم فاميلي يعني فيلم للأسرة ده فيلم تحت 14 سنة ما حدش تفرج عليه ده فيلم مقدمة ده 16 سنة ما حدش تفرج عليه سواء عنف سواء مشاهدة خارجة إلى جانب لابد من الرقابة الرقابة لأن خلي بالك صناعة السلمة اسمها صناعة السلمة تقضع لوزارة الصناعة لغرفة صناعة السلمة ده كثير من الناس ما تعرفوش لأنها تعدي صناعة زي صناعة النسيج زي صناعة السيارات تمام صحيح زي ما أنت عندك رقابة جودة على الصناعات دي لابد من الرقابة على السلمة يفعل دورها تبقى رقابة بمسابة رقابة جودة على الصناعة دي ده مضبط ومهم جدا في الفترة الحالية وأخيرا وسريعا جدا قبل ما اختم فقرتنا اللي بياخدوا أو بيحصلوا على عضوية تمام وده موجود تمام وبنشوفه هل هيتم مراجعة الدخلاء دول مرة أخرى ولا هيتم بقى ابتداء من النهاردة أنه الأعضاء هيكونوا على المستوى اللائق بنقابة المهنة الموسيقية شوفي هو زمان كان اللي بيدخل النقابة كان الأمور سهلة جدا ندخل يحصل على عضو نقابة الموسيقين ده زمان من عشر سنين وأكتر كان بيبقى سهل زمان قوي قوي كانش سهل خالص بس لجات في فترة كده كان بقت سهلة جدا بكتلوس حتى لا لا العكس دلوقتي روبي مثلا تعصرت في دخولها لنقابة قعدت أكتر من سنة مثلا وتم دخولها بعدما دخلت وخسقتت وبعدين عمل أوصوها بأنها تضرب وتضربت على إيد كبار الموسيقيين رجعت تاني دخلت الاختبارات ونجحت في الاختبارات خلينا نقولك أن في لجان دلوقتي قوية جدا برضو بنستدعي موسيقيين من عظماء المهنة بيختبروا المتقدم على حدة يعني كلهم في شعبة الغناء في شعبة المزيكة في شعبة المزمار في الإقاع بيتم اختبار اختبار فعلي وبيسقط مرة وبيسقط اتنين دلوقتي في الوقت اللي احنا في ده والفكرة ان شاء الله يعني خلاص احنا مش هنبص في الماضي يعني كده مش هننبص في الماضي هنتكلم في المستقبل ان شاء الله في الأجيال الجديدة خلينا أقولك ان مجلس الإدارة بقيادة الفنان مصابة كامل فعلا بصين على الدور الخدم للنقابة والدور اللي هو عماية المهنة من الدخلاء ده أهم دور هما اللي اخترعوا ده مهم جدا وخلينا نقولك ان احنا بصدد اطلاق فضائية للموسيقيين بصدد اطلاق بإصدار المجلة الميستر وخلال أيام للموسيقيين يعني هناك مشروعات مجلس إدارة في اجتماع دائب وفي اجتماع مستمر وعمال يطلع الأفكار وينفذ على الواقع لأنه خب بالك يا أستاذ طريق من خلال الدخلاء ده المهنة بقت ملهاش رقيب كده وبقت المزيكة يعني ملهاش طعم ولا لون ما تنسيش حاجة اسمها ان كل النت النت الوقت بيبدأ اي حد يعمل اي غنوة هو مش عوده خالص ولا ليه علاقة خالص ويسجل الغنوة على الكمبيوتر بتاعه ويحط لها لحنة من خلال الكمبيوتر بتاعه من غير تصريح يعني همش تبع عشان يأخذ من التصريح ويطلقها عن نت الصبح تلاقي الولاد في المدارس بيراددوها لا ده شيء تاني أنا عايزة بس النقابة تقوم بدورها في حكاية الدخلاء ونهما الأعضاء من أنهما يمجدوش القضوية لأي حد نوعيد خلال الأيام الجان ده بيناقش بالفعل لأنه شهر فيه بس الدولة ساعدنا تدينا العلية دي أو القانون ده نحن نبدأ نرأب المصنف عندي كلام كتير وأسئلة كتير الحقيقة بس أستاذ طارق خلينا نشوفك مرة تانية إن شاء الله في النهارك سعيد نتنقش أكتر ونفتح الملف أكتر بالتفصيل يعني إن شاء الله شكرا لحضرتك أستاذ طارق مجاهدينك معنا الأستاذ طارق مرتدى وهو المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية والصحفي بجريدة الأحرار كان معنا إن شاء الله يكون يوم سعيد وفي استقرار ونسيبكم ونشوفكم يوم بكرة في يوم جديد وحلقة جديدة من نهارك سعيد بات